احنا عايزين ولادنا لما ييجوا يتعلموا وهم بيتعلموا يبقى وعي المؤسسي اقصر اتساعا ورحابة يعني ايه يعني يبقى فاهم الدنيا فيها ايه مش بس ان هو طالب شاطر جدا وزكي وزي الفل وبيروح كليته وبيجيب امتياز كل سنة كده رائح خالص بس السؤال هو عارف الدنيا بره بتفكر في ايه وعايزة ايه ومتجهة الى فين ده سؤال السؤال التاني هو بيجهز نفسه اللي ده والجامعة بتساعده على ده ولا لأ طيب انا عارف ان الولاد بتوع الجلده بالذات شطار مزهلين وهيجي تقوله على مش عارف ارتفاشل انتليجنس احكي لك حدوتة مش عارف روباتيكس حدوتين وهكذا وطبعا هتلاقي الصديقي الجديد يوسف عيسى لو بتفرج عليها دلوقتي يوسف انا عايزك تطلع علم روباتيكس يا يوسف لو بتحبني اطلع علم روباتيكس والنبي خلونا نرحب بضفطنا العزيزة دكتور امل فاروق عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزأزي ازا حضرتك يا دكتور اهلا وسهلا نورتين انا اللي هي الشرف ان انا بقى مع حضرتك وفي التلفزيون المصري بيتنا والتربيين علي يا ربي خليك يا ربي اهلا وسهلا بحضرتك طيب عايز ابدأ باق جزء من المقدمة اللي انا كنت بتكلم فيها احنا ولدنا ازاي نقدر نخلي عندهم سعة الافق المتعلقة بالبحث اللي بيجرى برا احتياجات المؤسسات اللي موجودة برا اه انواع التكنولوجيا الحديثة والعلوم اللي بتتطور بمتأس سرعة زكاء الاصطناعي وعلوم مش عارف الرابط سوء الحاجات اللي زي كده كلها نعمل ايه او بنعمل ايه اه الحقيقة اه يمكن الجيل دا يعني محظوظ لان بقى معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق مبادرات هامة جدا للتحول الرقمي وعمل مبادرات كتيرة جدا للشباب واهتمة قوي بالقطاع الحاسبات لانه ابتدى يخش في مجالات زي ما حدتك تفضلت وقلت زي الارتفيشال انتليجنت والروبوتيكس والروبوتيكس معديتش حاجات بس احنا متفرج عليها او يعني نشوف ابداع الانسان القالي بيعمل ايه لا ابتدت تخش في صناعات كتير جدا زي صناعة الادوية في المناظير الطبية في صناعة السيارات في حاجات كتير جدا مجالات ضخمة جدا فبالتالي علشان احنا مهتمين طبعا بالصناعة والتنمية فبالتالي لازم نهتم بالارتفيشال انتليجنس ونهتم بالزكاء الصناعي طيب السؤال الثاني لحدتك تفضلت وسألته هل احنا مهتمين كجامعة ولا الولاد هم وعيين صح بص حضرتك في نوعيتين من الطلاب موجودين ولازم احنا نتعامل معاهم هما الاتنين ولدنا ولازم نبقى ادنا بادهم يعني الجزء الاولاني ده عارف سكته وواعي ومن وهو في اعدادي وسنوي شغال على نفسه وعمال يتعلم برمجة وعمال 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 ومشاء الله عليه ده عارف سكته ويعني بيحتاج مننا بقى لما يوصل الكلية بقى التخصص وانا احنا نعمله الفاين تاتش بقى وانا احنا نبتدي ندخله مسابقات وانا احنا نبتدي نطلعه على سوق العمل شكله عامل ازاي وينربطه بالمجال اللي حواليه والصناعة اللي حواليه فده عارف سكته وانحنا بس ايه بنساعده وبنشجعه ونوجهه صح ونشركه بقى في المشروعات القومية والمسابقات الوطنية والحاجات اللي من هذا القبيل النوعية التانية من الطلبة هم بقى ايه يعني داخلين كله يدوب المجموعة جابهم كده او يعني خلص يعني حاسين ان ده بقى ايه القدر بتاحهم قد يكونوا راضين عن ليه مش راضين عليه فاحنا بنتدي بقى نشوف المجموعة دي من الطلاب وهي دي طبعا شغلنا الشاغل نبص بقى ان احنا ايه نبتدي طيب انت ليك اهتمامات ايه اه انا بحب البرمجة طب خلاص احنا حنوجهك نعمل لك دورات عندنا في الكلية للبرمجة نجيب مجموعة من الشركات اللي متعاونة مع وزارة التعليم العالي وفي النقطة دي الحقيقة بحي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لان سيادة الوزير لانه لهم اهتمامات يعني مهمة جدا والفترة اللي فاتت دي مسابقات كتيرة جدا للتحول الرقم طبعا مش حقدر برضو انسى دارات الكلية عندنا ورياسة الجامعة كل ده بيدعم الطالب ده اللي احنا عايزين نوجهه ونحببه في المجال اللي هو بيدرس فيه وبالتالي طيب انا مش بحب البرمجة قوي طب نوجهه بقى في حتة تانية ايه الحتة التانية اللي ممكن اوجهك فيه لا ده انا عندي اقسام اخرى عندي ميديكا الانفورماتيك خش شوف الدنيا فيها ايه اه تعتمد على البرمجة في المقام الاول بس بشكل مختلف تاني روح مثلا شوف الزكاء الصناعي الاصطناعي فيه الروبوتيكس انا بحب بقى اعمل لك نفسي اخش هندسة ونفسي اشوف الروبوتيكس ونفسي اشوف العربية بتتحرك بتشيل بتحط الرفعة مش عارف ايه روح شوف المجال ده فبالتالي احنا الطالب بقى اللي هو ممكن يبقى حسنه داخل الكلية كده من غير يعني اهتمام مسبق لا احنا بنشده لاهتمامات تانية كتيرة موجودة اشتركوا في القناة